خلينا نبتدي مع حضراتكم بأهم الأخبار سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن تناول الاتصال التركيز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وتم الاتفاق على ادخال المساعدات الإنسانية للقطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام كمان خلال الاتصال تم التأكيد على قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات كمان أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة